طبعا في بعض المدارس أن الأطفال اللي هما بيؤدوا فريدة الصيام بحسوا بتعب معين فبطالب المدارس أن يكون في تحديد مش يعني يكون بعد الصحور أن الأطفال يصوموا لغاية الظهر مثلا قلقة الخبر ده ازاي يعني هو هذا خبر خليه نقول لطيف ليس به شيء سي يعني حتى موضوع مثلا من يريد أن يربي أبناؤه على تربية دينية معينة هذا الموضوع صراحة لازم يكون ينبع من القناعة تدريب قناعة أن يفهم الطفل ما معنى الصيام لا يوجد ولا بأي حال من الأحوال يجب إلزام أي أحد على أي شيء ولا دين ولا أي دين يعني يوجد إلزام فيه أنا أرفض بصراحة الإلزامية بأي دين بأي منطق يوجد تربية حقيقية يوجد زراعة يوجد تدرج كما تفضلت فبالتالي بالنسبة لللي بدي يخلي أطفاله يصوموا يعني يفهموا معنات الصيام ما يكون فيه ضغط أما الشق الآخر بصراحة أن المدرسة تتدخل بصيام الأطفال من عدمه يعني في حال كان الطفل جاي على مدرسته بشكل صحيح وبوقته وما في عنده أي شيء هم بيقولوا فيه تأثيرات صحية لما ديبقى الطفل هم دائم هم ما يقولوا هلأ نحنا نحنا هون بنقول نحنا إذا الطفل يعني حجمه ضعيف ولستاته يعني ما دون العشر سنوات بس صراحة أنا ضد إجباره أو ضد حتى طلب منه يعني حتى مثل ما تفضلت أعصوم للظهور أعصوم كده وكل ما يكبر تديره أما أن يكون فيه نوع من الإلزامية بصراحة هذا حتما سيستغل ضد المسلمين ضد يعني ضد الأشخاص الذين فعليا حابين أنه يربوا أطفالهم يعني بتربية دينية معينة دينية حقيقية ليست عدد تقاليد سيد الكريم هذا دين دينية حقيقية من أغلق مئة بالمئة فبالتالي لجب أن يكون هناك إقناع أكثر من ذلك هو فوضى نعم دينية حقيقية